بك ثانية إذن هل انتهى بالكامل الموضوع المتعلق بجلسة البرلمان الأولى يعني هل صحيح بأنه هناك قاعدة قانونية في قانون المرافعات تقول بأنه لا يجوز أن تنظر المحكمة دعوة جديدة لنفس السبب مرتين صحيح هذه القاعدة موجودة تطبقها المحاكم وعندما تكون هناك دعوة تقام لنفس السبب لمرة ثانية تعمل المحكمة سواء كانت محكمة البداية أو الشرعية أو المحاكم المدنية الأخرى برد الدعوة لأنه لا يمكن أن تقام الدعوة لنفس السبب لمرتين والمحكمة الاتحادية معروف أنها تعمل وفقا لقانون المرافعات وتطبق قانون الإثبات فبالنتيجة يعني موضوع الجلسة الأولى وشرعية انتهى يعني بتت به المحكمة الاتحادية لكن ربما المحكمة الاتحادية ستنظر في الطعن المتعلق بما يتعلق بالكتلة الأكثر عددا وليس الأكبر لأن المادة 76 قالت الكتلة الأكثر عددا الطعن صب كما ذكر التقرير هل تقدم الكتلة الأكثر عددا إلى رئيس السن أم إلى رئيس المنتخب وطبعا هذه حلها القرار 25 لسنة 2010 واللي أكدت المحكمة الاتحادية 2014 اللي عرفت لنا معنى الكتلة الأكثر عددا وواضح التعريف أنها قالت تقدم في الجلسة الأولى وسكت النص طبعا هنا ستنة يعني أيضا تغير حصل في قانون رقم 9 لسنة 2020 قانون الانتخابات فيما يتعلق بعدم التنقل وعدم جواز التنقل يعني ربما المحكمة الاتحادية ستعيد تفسير المادة 76 من الدستور ويكون تفسيرها يختلف عن التفسير 25 اللي عمل فيه عشرة وهذا جائز وفق الفقه الدستوري حيث استقرت المحكمة الاتحادية في قرارات سابقة على إعادة تفسير تفسيرات سابقة كما في مسألة الحصانة والمفهوم الأغلبية المسيطة والمطلقة وهذا توجه عالمي طبعا نتمنى أن تستمر عليه تعريف الكتلة الأكثر عددا بصراحة يحتاج برأيه إلى إعادة تفسير